اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات سلسلة تحديثات لارفل 12 النهاردة هنتكلم عن التحديث الجديد 12.3 وهنشوف مع بعض اهم الميزات اللي تضافت وهنطبق امثلة عملية عشان نفهم ازاي نستخدمها في مشاريعنا لو اول مرة تشوفني ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة وفعل الجرس عشان توصل لك كل التحديثات الجديدة عن لارفل يلا بينا نبدأ قبل ما تكلم عن الميزات الجديدة هتكلم عن امر لارفل اللي بقى فيه وزرد في انشاء المشروعات بسهولة لما اعمل لارفل نيو بيبدأ يسألني عن الانترفيس اللي عايزها للمشروع ونوع الداتابيز اللي هتعامل معها وهل ينفذ على طول الميجريشن وبرضو نفس الكلام عن الان بي ام انستور الميزة دي متوفرة من النسخة اللي فاتت وتقدر تشوفها في سلسلة التحديثات اول ميزة عندنا هي اضافة كاست جديد للإليكوينت اسمه جوسون يونيكود الميزة دي بتخلي لارفل يخزن الحقول اللي فيها جوسون من غير ما يحاول الحروف الغير لاتينية لترميز يونيكود تعالوا نشوف مثال للجزئية دي ونشوف الفرق بينها وبين جوسون العادية هنفترض ان عندنا مادل بوستس وعندنا عمود داتا وداتا تو هنفتح المادل بوستس ونضيف في لابل ونضيف الكاستس داتا بجوسون والداتا تو بجوسون يونيكود وننفذ الميجريشن هنعمل ملف data.json بالprivate directory ونضيف فيه fake json data بالعربي هنفتح التنكر ونعمل query create بالبوستس هنحط نفس الداتا من ملف data.json بالdata column والdata to column لو لاحظنا الرسبونس هنا هنلاقي العربي بالجوسون حوله لترميز يونيكود لكن الdata to هنلاقي العربي زي ما هو وبس عند الترمينال مش بيقرأ عربي كويس عشان كده الكلام متشالب دلوقتي لو خزنا بيانات باللغة العربية او رمز ايموجي او اي لغة غير لاتينية مش هتتحول لترميز يونيكود وهيسهل علينا قراءة البيانات في الdatابيز بشكل مباشر الميزة التانية وهي ads and about دلوقتي تضاف عليها انك تقدر تشوف حالة الروابط اللي بتستخدمها في التخزين او انها ظهرة بفولدر public ولا لا هنروح لملف file systems هتلاقي فيه اخر الملف رابط الافتراضي اللي بيبص على app slash public هنعمل له link على public directory هتلاقي link storage ظهر في public وبعد كده هنضيف رابط تاني وليكن اسمه images تعال دلوقتي نشوف artisan about في اخر التقرير هتلاقي الروابط كلها ظهرة وحالتها معمول لها link ولا لا فهنلاقي هنا storage معمول لها link لكن images لا الميزة التالتة وهو دعم SQLite لانواع json والjsonb دلوقتي العروفيل بيدعم التعامل مع اعمدة json بشكل مباشر في SQLite وده هيحسن الاداء في المشاريع الصغيرة اللي بتستخدم SQLite تعالوا نشوف ده في مسألة عملي هننسخ الoptions الخاصة بالjsonb ونفتح ملف database اللي بالconfig ونضيف السطرين دول او اي سطر فيهم حسب استخدامك هروح اعدي للدفولت كونيكشن للSQLite بملف الانو وهعمل migration جديد اضيف فيه column data نوع json لجدول اليوزورز وبعد كده اعمل artsym migrate هنلاقي هنا انه ملاقاش الdatabase وبيسألني انه ينشئها ولا لأ هنلاقي الdatabase تم انشاءها ومصارها بالdatabase وتم انشاء الجداول بنجاح هضيف الcolumn data لموضل يوزورز واحدد نوعه json تعالى دلوقتي نضيف الcolumn برضو للمثال اللي موجود بالcider ونحط array data وننفذ الcider بالterminal تعالى دلوقتي نفتح التنكر ونشوف الdatا بتاعة اليوزور اضافة ولا لأ بالdatabase كده json اتسجل تمام وراجعلي مع بيانات اليوزور الميزة الرابعة وهو دعم postgreSQL لخاصية unique nulls not distant دلوقتي في postgreSQL اصدار 15 فيما فوق تم اضافة دعم لخاصية unique nulls not distant وده معناه انك تقدر تعمل unique لا يسمح باكتر من row قيمتهم بنال يعني لو في حالة not distant اتكررت الdatabase مش هتسمح بكده يلا نجرب الكلام ده عملي انا نزلت هنا في الدكر عندي postgreSQL 15.12 تعالى نجرب ده على جدول اليوزورز تعالى مثلا نخلي الname والemail يكونوا unique اغير هنا الemail اخليه nullable عشان يقبل القيمة بنال ونفس الكلام على الname هاجي تحت وضيف unique للemail والname وضيف لهم null not distant هنفذ الميجراشن فريش عشان يبلد الdatabase كلها من الاول بعد كده هتقل على التنكر ونجرب ننفذ كويري اضافة يوزر جديد مع ايميل بقيمة null تعالى ندخل نفس البيانات تاني بنفس الاسم والemail بنال هنلاقي هنا error duplicate key نرجع للمثال تاني ونغير null not distant لي null distant نبلد الdatabase من جديد بامر migration fresh وبعد كده ندخل تنكر تاني ونجرب نفس الكويري اللي عملناها قبل كده تمام اليوزر اضاف تعالوا نجرب نفس الكويري تاني هنلاقي هنا مش بيظهر لي اي error خالص بسبب ان ال key اليونيك عبارة عن null distant وبالتالي كل ما النل بيتكرر بالنسباله ده عادي جدا بعكس null not distant هيرفض اي قيمة بنل مقررة وبكده نكون استعراضنا اهم الميزات الجديدة في larval 12.3 لو عندك اي اسئلة اكتبلي في التعليقات وما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان تتابع كل جديد في larval وهتلاقي رابط سلسلة تحديثات larval 12 بالتفاصيل